السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيب النهاردة في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله للبشرة. توحيد لون البشرة. ازا لتا جايت. كمان بيخلي البشرة نقية وصافية جدا جدا. بازن الله الوصفة دي سهلة اوي اوي. هنعملها دلوقتي مع بعض. ولو انت اول مرة تدخولي قناتي تجدش تشترك معايا. وضغط عرزي الاشتراك او سبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. وده عجلك الفيديو وتنسوش تحط لعيك وشير لكل سحويك عشان يستفادوا الفيديو بتاعنا بازن الله. حبيب قلب النهاردة ان شاء الله. حامل معاكم كريم حلو قوي. الكريم ده حنعمله بنفسنا. هيزيل اي تجاعد في البشرة. هيعمل تفتيح للبشرة. هيخلي سنك ولا سن العشرين سنة ان شاء الله. آآ عايز اقول لك الكريم ده الحمد لله انا عملته على قناة جي جي كل حياتي. واسبوع واحد وصل فيديو لخمسمائة الف مشاهدة يعني نصف مليون. آآ اكتر من نصف مليون والله. يوه خمسمائة الف وتمانين الف. خمسمائة وتمانين الف. آآ فانا ان شاء الله هعملو النهاردة على قناة فكرة جي جي. قناتي السوانطوطة دي. ان شاء الله تكبر بوجودكم معايا. الوصفة دي انا شخصيا مجرباها. روعة 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 روعة. بصهم بتزيل التجاعد وبتعمل التفتيح وكمان اي تصبغات في البشرة بتشيلها من اول مرة هتحس بفرق رهيب جدا. آآ بس عايزك تركز معايا في الوصفة دي لان لو انت ما عملتش الوصفة معايا صح بخاصة طريقة التقليب بتاعت الوصفة مش هتديكي نتيجة حلوة. تمام? انا معايا هنا اهو آآ دول تقريبا اللمونتين بس هما زاد عليهم نص كبان. ماشي? انا حاب اعصرهم معايا هنا. في الوصفة. طبعا هعصرهم عشان بس ايه مش عايزة البزر. اهو. واحنا بنعصر اللمون كده بقى هقولك على فوائد الوصفة دي. الوصفة دي بقى من فوائدها الحلوة قوي انها آآ اي تجاعد في البشرة بتشيلها. يعني انت لو آآ هتحستيها بنفسك. في ناس بيبقى عندها بعض الخطوط كده يعني حوالين الفم آآ تحت العين. آآ خاصة لما بتبقى فيه تعبيرات في الوش بتبقى باينة قوي. آآ برضو لما بتحط الميكوب آآ التعبيرات الخطوط دي بتزهر قوي آآ وبتبقى واضحة وممكن كمان تبقى لك الميكوب اللي انت حطاه. آآ زي ما انتم شايفين الحمد لله بشريتي صوفي جدا نفاش اي تجاعد ولا اي خطوط. آآ لوصة دي حلوة قوي وانا شخصيا بس اعملها. بصهم انا ايه عصرت اللمون كده اهو يلا كفية. ماشي. آآ تقريبا هناصر اللمون تين ماشي. وبعد كده بقى معي هنا. بنلا عليكم ركزي قوي معي في الوصفة عشان تطلع معيك مزبوطة. وآآ ما تبص منك. لان لو مركزتيش وطلعتيها كويسة. مش هتديكي نتيجة كويسة اللي انت عايزاها. انا معي هنا مية الورد. هضيف معي تلات معالق من مية الورد. تمام? اهو. اتنين تلاتة. ماشي كده? انا ضفت تلات معالق من مية الورد على لامونتين. عصرتهم كويس جدا اهوت. وشلت منهم طبعا البزر. آآ معي هنا بقى النشا. النشا او الكورن فلاور. الفازلين هنسيبه دلوقتي حبيب قلب الفازلين ده. آآ هنسيبه دلوقتي وحنكمله. هنشوف هنضيفه امتى بس تركزي معي. هضيف معلقتين من النشا كده. اهو. يراهوا يا بنات على روعة الماس كده. والله روعة 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 ومتابعيني في قناة جي جي كل حياتي يستخدموه. وعجبهم جدا جدا. ماشي? انا دلوقتي حعمل ايه بقى معكم? انا هنروح دلوقتي على البتجاز مع بعض سوا. لان دي اهم خطوة. لان فيه متابعين قالوا لي آآ بتكلكع معهم. فده طبعا لان انت مش بتقلبيها صح وم يعني عايزك التقليب صح ده هو اللي هينجح الواصفة معاك. انا دلوقتي هخدها هرفحها على النار قدامكم. وهقولك هنكمل الواصفة ازاي? وهنعمل كريم طحفة جدا هيزيل التجاعد وكمان هيعمل تفتيحها حلوة قوي قوي للبشرة. آآ قشور اللمون دي مش ترميها يعني احتفظي بيها انا هستعملها دلوقتي في الفيديو. احتفظي بيها ما ترميهاش. وجينا بقى للبوتوجاز بتاعنا. هنحط بقى كده ايه? على فكرة الطبق ده بيترفع النار عادي. ماشي? هنشيل بقى المعلقة البلاستيك دي. معايا هنا بقى المعلقة دي. بصي انا مطي النار خالص. بصي وراريكي. بصي النار. مطيها قوي قوي. عشان وانا بقلب كده. انا عايزة يديك ما تقفش خالص في التقليب. تمام? طول ما انت يوقف كده تقلبي لحد ما بص تلاقي القوام جمد معاكي وبقى كريم. مش هنوقف ايدينا خالص. تمام? بس تمرار كده هنقلب. اهوت. والنار هتبقى واطية معايا. مش هعالي النار. انا مش هوقف التصوير. اهو مش هاخد دقيقة. علشان عايزك تشوفي الكون بنفسك. ماشي? اهو. اه عشان في ناس قلتلي كلكع معايا. كلكع معاياكي لان انت ما يعني وقفت ايديكي. ما توقفش ايديك خالص وانتي بتقلبي. تمام? اهو. بصوا بدأ ايه تقلس داي? انا برجوكو بس. اهو. انا بعتزر عن يعني لو طلت الفيديو طويل بس عشان والله عايزك تشوفي الكون بنفسك. بصي. اهو. بصي. انا مش عايزة. مش عايزة وقف ايديها خالص. هتبص تلاقيه بيتقل معاكي. لان لو وقفت ايدك بقى بيكلكع من تحت. اهو. طبعا لازم يجيب الجوانب كمان. كده. اهو. بصوا بدأ يتقل بس زي بس شايفين? مش هنوقف ايدينا. هنقلب برضو باستمرار. اهو. كده. كده. بصوا بدأ يتقل زي مش هوقف ايدي اهو. شايفين? اهو. وتاخد التقل ده تمزجيه بالاي? بالطري معاكي شوية ده. اهو. علشان نبقى كله كوام واحد. بس انا كده هطفي بقى بسرعة. بس كده. انا طفيت اهو البتجاز خلاص. انا كده طفيت عليه عن نور شايفين? باك الكعش معايا ازاي ويه كوامو كريم ازاي? طيب. انا هبدأ اعمل ايه بقى بعد كده? انا معايا هنا الفازلين الطبي. اهو. هاخد معلقة واحدة من الفازلين. وهضيفها على الخلطة بتاعتي دي كده. اهو. تمام? معايا بقى هنا زيت حلو قوي وهو زيت لبان الدكر. عايز اقولك ان الزيت لبان الدكر ده رهيب جدا جدا للتجعية وشد البشرة. انا هضيف برضو يعني نص معلقة مش كتير. مش كتير اهو. بس كده. وهاخلط بقى الواصفة دي. هاخلطها كده. والله يا بنات اعملتها على قناتي جي جي كل حياتي. اه عدت اكتر من نص مليون مشاهدة في اسبوع واحد. الحمد الله انا ريت اعجاب ناس كتير اوي وناس كتير اوي مبسوطة منها. يعني انتو لو دخلتها تشوفوا التعليقات رهيبة جدا والله. اهو. وهبدأ اقلبها وردو كده. بالشكل ده. وامزجها كلها مع بعضها. اهو. كده انا معايا بقى الكريم اللي انا حستخدمه للبشرة. هيخلي بشرتك زي الامر. هترجعي سوانتو ده عشرين سنة ان شاء الله. انا معايا هنا بقى الماسك ده. هستخدمه ازاي? اول حاجة انا عايزيكي تعملي اه تأشير للبشرة والتأشير ده هيكون مرة واحدة بس في الاسبوع بالليمون بتاعنا ده. هتعملي ازاي? هتاخدي اه يعني نص معلقة سكر هتحطيها هنا على الليمونة. انا بس مش عايزيكي اه يعني تكلفي نفسك فهمها? فانتي هتاخدي الكشور اللي احنا عصرناها دي هتحطي فيها نص ليمونة نص معلقة سكر هنا. وهتيجي بقى على البشرة. تبدأ اي تدعاكي بيها بشرتك كده. تمام? انتي معاكي هنا يعني اهو كشور لمنتين. ادعاكي بيها كده. طبعا بعد ما نحط فيها السكر. ماشي? تدعاكي كده. بالشكل ده. تمام? ودي تخلاص خدي التانية برضو وادعاكي بيها بشرتك كده. جميل جدا جدا يا بنات للبشرة وبيطر الجلد وبينعمه. ده بالنسبة للتأشير اللي انتي هتعمليه للبشرة رهيب جدا. وبعد كده بقى هتعملي ايه? هتاخذي بقى المسك بتاعنا ده. هتفرديه على البشرة. هتسيبيه ربع ساعة بس على البشرة. وبعدين هتخسري بشرتك عادي بالمية الدفية. وحاولي وانت بتشتفي بشرتك اخسريها بالصابون ايه الجلسلين او الطب. البصرة دي ان شاء الله حلوة قوي قوي ونتيجتها جميلة. آآ بازن الله تستفادوا بيها. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكون مكونات سهلة وبسيطة بالنسبة لكم ان شاء الله. كمان التجعيد هتتزال من بشرتك وتفتيحه طبيعة حلوة قوي بازن الله بازن الله يعجبكم. حبيب قلب بالوصفة تكون النهاردة في متنور الجميع وتكون سهلة بالنسبة لكم. الوصفة دي نتيجتها حلوة جدا جدا بتوحد لون البشرة وكمان بتكمل تفتيح جميل قوي قوي البشرة بالزيل التجعيد. بازن الله بازن الله هتعجبكم. اعملوها وان شاء الله تستفادوا بيها. وشيراء لصحابكم برضا عشان يستفادوا معانا. وما تنسوش تحطوا لايكات كسير قوي للفيديو عشان يوصل لكل البنات تشوفوا ان شاء الله. واستنون الفيديو جديد ووصفات جديدة مع فكريت جديد. باي باي.